بسم الله الرحمن الرحيم قلوا الله أحد الله الصمد لم يدد ولم يدد ولم يكن له كبن أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب البلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاذات بلوقت ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملكي ومدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم الصراط الذين نعلم تعلم وإذن نغضب عليهم ولا الضدين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناه منفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبلا خلتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبردهم ولانا رسوله المصفى الصادق الأمين وهو أصدق القائلين ومصدقين هو نحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمن ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العديل العظيم ورضي الله عن سعداتنا أبي بكر وعمر وعصمان وعلي وطلحة وزبير وصاد وسعيد وعبد الرحمن بن عفل وأبي عبيتة النجر وحمسة والعباس والجعفر والعقين والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعيشة وسائر أمهات المومدين ورضي الله تعالى نصحى برسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين والتابع التابع لهم في أسان إلى يوم الدين اللهم جعلنا يا مولانا من المحبين تابعين لهم في أسان إلى يوم الدين اللهم جعل القرآن العظيم ربي قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وقبولنا واشرح به سدرنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما فيه رضاك عنا اللهم جعل القرآن العظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة وعلى تجعل خلفنا سائقنا إلى النار اللهم جعل القرآن العظيم شافعا مشفعا فينا ولا تجعل ماحنا مصدقا فينا اللهم جعل لنا ولا تجعل علينا اللهم ارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا زنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا عبوا إلا كفيته ولا غائبا إلا رددته ولا عاصيا إلا عصمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عصيرا إلا يسرته ولا حاجة من حواجي دنيا ولا قتل لك فيها ردا ولنا فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها في يسر منك وعافية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدل يا زلجلال والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات وذكر الحكيم اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وحلاوته آنا الليل واطراف النهار ابتغاء مرضاته اللهم قضيت بي علينا من قضاء فجرى خبته رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وعيدنا من بنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخية حسنة وقنا زاب النار ربنا لا توافذنا إن نسينا أو أبطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وافو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا فانصرنا على القوم الكفرين ربنا لا تزير قلوبنا بعد إزهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحى ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان ينامنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا زموبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا ما على برار ربنا وآتنا ما وعطنا على رسولك ولا تفزنا من القيامة إنك لا تخلف الميعان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونا من الخاسرين ربنا عبدنا من أزواجنا وزرياتنا قلط عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا ظل لنا وليخواهنا الذين يسبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا ربنا يا خالق العالم احفل بيننا وبين كل ظالمين يا ربنا أن تقرى ما قدرى ففص مقاذ من علينا جسرا يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضيعة وحرج وامدل علينا من حماك الأمنعي سرادقا من حل في يمنعي اللهم حصنا بعينك التي لا تنام وكننا في كنفك الذي لا يرى وجعلنا في جوالك الذي لا يغفر ولا إضام اللهم إنا نضروا بك في نهور الأعداء ونعوذوا بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئته اللهم اكفناهم بما شئته اللهم اكفناهم بما شئته اللهم إنك أعلم بآدائنا وكغابك وليا وكغابك نصيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وسغرنا وذكرنا وخمسانا وحادرنا وغالبنا وحلنا وعبدنا وطائنا وعاصينا اللهم اغفر لنا أجمعنا وتوفر للمسلمين واخشرنا في ذنرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكفنا ما أهمنا وما لم يهمنا من أمور الدنيا والدين وكفعنا يدي المتدين ولا تجعلنا فرنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكيفرين وجعلنا من عبادك المخلصين ورحمتك يا رحم الرحيم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين